في حلقة جديدة من برنامج مع المغرب من واشنطن يتناول أدم إرليا سفير والناتق الرسمي السابق باسم الخارجية الأمريكية يتناول مع ضيوفه ملف الهجمات الجزائرية الأخيرة على المغرب والبرلمان الأوروبي في حلقة تحليلية حول أهداف نظام جزائر من التصعيد الإعلامي ضد المغرب ويبرز المتدخلون لجوء وسائل إعلام جزائرية في مقدمتها وكالة الأنباء الرسمية إلى التلفيق والكذب ومعادات السامية لتصدير المشاكل الداخلية نحو دول الجوار في هذه الحلقة يصدف أدب إرلي باحثين أمريكيين مرمقينهم ديفيد بولوك كبير الباحثين في معهد واشنطن وجي دي كوردن المتحدث السابق باسم البنتاجون وويليام لورنس أستاذ العلوم السياسية وشؤون الدولية في الجامعة الأمريكية ولا جدالة في أن التصريح الجزائري في التاسع عشر من مايو نشرت وكالة الأنباء الجزائرية موضوعا اتهمت فيه سبعة من أعضاء البرلمان الأوروبي بأنهم مسيرون من قبل اللوبي المغربي الصهيوني مثل هذا الهجوم على المغرب وعلى البرلمان الأوروبي يأتي في وقت تشهد فيه الجزائر أزمة سياسية واقتصادية ودستورية في وقت واحن